المساجد أحق الأماكن بأن تصانى بكان بنية ليجمع شمل التعبد فصيانة هذا المكان صون للدين وصون للإسلام والمسلمين لكل بلد معالم تميزه فإذا دخلت الجزائر العاصمة من كل الاتجاهات سيقابلك هذا الصرح الإسلامي المسجد الأعظم قطب ديني وثقافي ومعماري بامتياز غير من وجهة عاصمة البلاد ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرم المكي والنبوي بأعلى مأذنة في العالم يبلغ ارتفاعها مائتين وخمس وستين مترا متربعا على مساحة تقدر بأربعمائة ألف متر مربع وقبة بقطر أربعون مترا وعلو بسبعين مترا قاعة صلاة الجامع الأعظم تزيد عن 22 ألف متر مربع مستوعبة أكثر من 36 ألف مصلي وباستغلال المساحات الخارجية سيتسع لنحو 120 ألف مصل قاعة الصلاة تتزين بسجاد أجالته الأنامل الجزائرية وأبدعت في صنعه حابلا في طياته قواسم مشتركة للهوية الجزائرية وكل مربع مطروز يجسد تقاليد وأصالة كل منطقة من ربوع الوطن جانب كبير خصص للعلوم النقلية والفقهية فهو يتوفر على مدرسة لتعليم القرآن الكريم وأصوله ويضم مكتبة تتسع لألفي شخص وتحتوي حوالي مليون كتاب من مختلف العلوم مرفقة بالمكتبة الرقمية الحديثة ومتحفا للفن والتاريخ الإسلامي إلى جانب قاعات مؤتمرات ومراكز ثقافية وإعلامية كما يظم ثلاثة طوابق تحت الأرض تتسع لستة ألاف مركبة باحة المسجد تأخذ حيزا كبيرا وطابعا جماليا مكشوفا للعيان أمام المساحة الخضراء فهي متنوعة أضافت له سبغة جمالية وصانعة للوحة خلابة الموقع الاستراتيجي للمنطقة من بين الأسباب التي حفزت على تشييد تحفة فنية كهذه تحمل في طياتها رمزية إسلامية تاريخية هنا ببلدية المحمدية سيكتب التاريخ أجمل صفحات المساجد في العالم جاذبا إليه الأنظار بشموخه الذي يمتد على خليج البحر فالقاذم من وجهته سيزين كاحل عنيه برؤيته أما من قصد المحروص من السماء فساتقابله المأذنة الشماء الغاية من المسجد الأعظم ليس فقط في جمال معالمه الهندسية بل مشروع وهوية مجتمع يحفظ مبادئه الإسلامية معززا مرجعيته الدينية ومؤسسا لتوجهاته الفكرية فالمستقبل القريب سيكون منارة لتخرج حفظة كتاب الله ومن يشرعون لذكره من علماء وفقاء ومشايخ على هذه الأرض الطيبة والتي سقيت بدماء الشهداء سيبزغ نور العلم ساطعا مسترسلا لتحقيق الإشعاع الحضاري وحافظ على رسالة شهدائه بأمانة